أنت هواي واجهة تهم كيدية هواي واجهة تهم كثيرة المهم إحنا ما نتدخل بهذه القضايا لكن واحدة من التهم التي قيل بها لك وعلاقتك برافع العيساوي وسببت هذه أو هاي التهمة اندرجت تحت الهدر للمال العام شنو قصتك وشنو علاقتك برافع العيساوي ومن أين ابتدأت هذا القصة؟ رافع العيساوي وزيري وزير مالية أنا أحملت وهي 12 وزير مالية ما شاء الله كلهم لا يزالون الأحياء منهم يذكروني بالخير بس أنا ما أريدك الضم علي وأبدا قبل لي يمكن أسبوع أنا طلعت مقابلة محمد مهدي صالح اشتغل وزير مالية بالوكالة يمكن سنة دزلي مسج قال لي أنا أيد كل كلمة أنت قلتها بصفة كنت وزيرك هذا شرف إلي ووزير المالية القبلة والقبلة والقبلة وحتى في هذا الزمن لحد الآن ماكو وزير مالية طلع قال ضياء ليش أنت انتهمته يا رافع العيساوي؟ رافع العيساوي أراد أن نعطي شخص قرض وأبوه كان وكيل وزارة الصناعة اسمه حبدالله العاني هو الولد اسمه صهيب بعد شاب صهيب العاني صهيب العاني أبوه كان وكيل وزير وزير الصناعة أي أنا احترضت جاني الولد قابلني دزلي أستاذ رافع وقلت لأستاذ رافع لا أصدق أنا هذا أنطيق قلت لأول أن أنا ما أتأخذ إيدي على هذه الأرقام الشبيرة أربعين مليار أنا أكبر تاجر بالعراق ما منطي خمس مليارات مليار نص مليار مليارين هذا أنطي بس أنا أوقع بعدين الشروط هو اللي رأيتها لأنه ما أخذ محمل اسمه دمال بيجي حتى يطوره قلت لأ هذا الشروط أنا مو عندي أنا مصرف تجاري أنا أدور الربح قل لي زين إذا ما تنطي ملي قلت لي ما أعرف قل لي أنا رح أودي للزراعية أدهم المبادرة الزراعية قبل ما نروح للمبادرة الزراعية هذا رافع العساو من دزة دزة لأنه بتأثير علاقات أصدقاء لو بموجب القانون يستحق ما أعرف هو يعني بيناتهم علاقة يعني عائلية بيناتهم علاقة مناطقية يعني دزلية كزبون يريد قرض أنا أنا رفع مستوفل الشروط أن يأخذ اليوليد أربعين مليار أنا أنا قطيت شروطي مقدمة لا هو يستحق هو الولد قلت لها إذا عندك هاي الشروط تطبق لي أنا أنطيك شنية قلت لأولاً ما أنطيك المبلغ كامل على الدفعات حسب إنجازك بعدين أخذ منك فائدة 10% لأن أنا مصرف تجاري ثالثاً أجيب لي ضمانة عقارية مرة ونص بقد المبلغ أنا أجيب لك 60 مليار أو خطاب ضمان من بنك حكومي مو بنك أهلي أنا ما شنت أتعامل ولي البنوك الأهلي قل لي هاي كلها ما أقدر عليها أنا اسمي وبعدين أستاذ رافع وكذا قلت لأستاذ رافع على حين ورأس وأنا أحترم أستاذ رافع لأنه هو وزيري وأحترم والحقيقة قال ما يوم سماني ضياء كله أبو مصطفى عمي أبو مصطفى ما أطيت يمك ما أطيت رد الوليد على المعادي على أستاذ رافع أستاذ رافع وجه المصرف الزراعي المصرف الزراعي من حقه يسحب عندي من الرافدين من الرشيد احنا كمصارب بيناتنا تسويا نسوي مصرفي هذا يحتاج ياخذ أنا طلعته ونطلب احنا المصرف العقاري 80 مليار نطلب المصرف الصراعي 100 مليار يعني عادة احنا بين المصرف فاجتمع مجلس دارة المصرف الزراعي برئاسة مندير عامل المصرف واتخذوا قرار يعني منحوا القرض المصرف الزراعي المصرف أنا ما أدري يدزون القرارات الصادق عليها وزير المالية بعد صارت قطعية ما بيها مجال دفعوا للمبلغ وراء يمكن أسبوعين ثلاثة أو شهر ما أعرف بالضبط جاني كتاب من المصرف الزراعي تم منح كذا 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 السيد المستشار لشؤون المصارف تم بتاريخ كذا منح فلان مبلغ 40 مليار أنا رغم جاني للعلم للعلم رجان أنا هم كتبت لهم يا مصرف زراعي أنا وجهتكم بأن ما تنطون إلا بهاي الشروط صحيح أنتم تنطون بدون فائدة أو لمدة 20 سنة ما أعرف هذه المبادرة الزراعية كانت بقتها بس أنا نطيتكم شروطي أنتم هل نفذتوا شروطي أو خالفتوا اتصل بي المدير العام وهو حين يرزق قال لي لا إحنا ما مشينا على الشروط جاء مننا هذا خطاب ضمان من بنق دجرة والفرات تابع الحزب الإسلامي هذا البنق وخلص وانطينا المبلغ دفعة وحدة وراح هو ينفذ المشروع شغال هنا شكرا للمشروع